اعزائي طلب الطلبات الشهادة الاردية اهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد دائما وبرنامجكم عالم الكمبيوتر وخلونا نبدأ على طول النهاردة نتكلم على النوع التالت بقى من خرائط الضفق واللي هنستخدم فيه ما يسمى بالحلقات التكرارية اللي هي بتسمى حاجة اسمها اللوبينج ازاي تخلي الفلوت شارت او الخريطة اللي موجودة عندك تلف عشان تنفذ اكتر من امر بشكل معين تعالوا نبدأ على طول النهاردة ونشوف الدنيا ماشية ازاي في الخريطة اللي بشكل ده كده لو جاب لي على طول هنا مثال بيقول فيه اه ارسم خريطة التدفق لطباعة الارقام من واحد لثلاثة ايه ده ده نوع مختلف خالص غير اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده قلت دايما بتقول اه ارسم خريطة التدفق لادخال رقمين لادخال ثلاث ارقام لادخال خمسة ايا كان العدد بتاعهم فانا بما اني انا مكنتش عارف الارقام اللي بشتغل عليها فانا كنت بافترضهم اكس وواي اي وبي ايا كان اللي موجود عندي لكن المرة دي طب منت عندك حاجة جديدة خالص المرة دي انا بقول لك ان انا عايز اطبع الارقام واحد واثنين وتلاتة دول ارقام بتواي طيب هتقولي افكر في النوع ده ازاي بص كده حط الارقام قدامك وشوف الدنيا ماشي ازاي المفروض اذا انا عايز اطبع الارقام من واحد تلاتة تمام يعني معنى كده ان لو اشتغلت على الجزئية ديت ان انا هخط الارقام من واحد تلاتة يبقى في الحالة ديت الواحد بيمثل انت هتبدأ من رقم كام تمام اه التلاتة بتمثل انت هتنهي امتا يعني الفروت شرط بتاعتك هتخلص وقتين تمام بصلي كده على ان الفرق ما بين واحد واثنين هتلاقي واحد الفرق بين اتنين وتلاتة برضو هتلاقي واحد يبقى معنى كده ان الستارت فاليو انك هتبدأ من نمبر ون الاند فاليو هتنهي عندي التلاتة الفرق ما بين اي رقمين قدامك هتلاقيه ثابت تمام الواحد يبقى معنى كده ان لو عايز تحل النقطة من الفروت شرط او من الخرايط لازم تزبط الفكرة بتاعت اه انت هتبدأ فين هتنهي فين فكل مرة هتزود قدية عشان انت بتاعت تشغل عليه طيب تعالوا نشوف الدنيا هتتعامل ازاي فيه او الفروت شرط هتمشي معاك في الجزئية دي هتزاي يبقى طبعا اول حاجة انا بفترض اي موجود عندي اه ممكن اقول اكس ممكن اقول ان ممكن اقول ام ايا كان بس اخد بالك انا مش هعمل ام بطليل مرة دي انا هساويه على طول بالستارت فاليو يعني معنى كده ان لو افترضت مثلا زي ما احنا قدامنا دلوقتي ان الام اللي هو اسم الفريابل اللي انا اخترته تمام هيبدأ بواحد تمام يبقى هيطبع الواحد يلف يطبع اتنين يلف يطبع التلاتة تمام يبقى طول ما الام خد بالكم معايا شوفوا الشرطيج ازاي طول ما الام اقل او بتساوي الانت فاليو اللي هي سري يشتغل طب لو عدد السري اللي هي الثلاثة بتاعتك يطلع برا يعمل انت طيب تعال نشوفه مع بعض اول حاجة زي ما احنا متعودين على طول اه تعريف المشكلة مخرجاتي ان هطبع الارقام من من واحد ثلاثة المتخلات بتاعتك اللي هي قيمة الام هتبقى بكام وطبع هتبدأ بواحد زي ما قلت لكم هتزيد معايب كل مرة المعالجة هيطبع العدد ام ثم زيادة بمقدار واحد طبعا ليه ايه واحد الفرق بين الواحد والاثنين وهو نفس الفرق ما بين الاثنين والثلاثة ثم زيادته بمقدار واحد ثم الطبع حتى تصبح قيمة الام اكبر من الثلاثة يبقى هيفضل شغال معاي لحد ما الام اه تعد التلاثة يعني ما ستبقى واربعة يطلع ايه برا من الفرس عندنا الفلوت شرط او الخريطة بالنسبة لنا هتبقى ماشية بالشكل ده كده قصادها على طول خطوات الحل التي مش معاي ازاي طب تعالوا نشوفها ما بعد كده على الخريطة الدنيا ماشية فيها ازاي بصوا معاي اول حاجة نشوف الام زي ما احنا شايفين قدامنا كده بكام بواحد تمام طيب امشي مع الشرط بتاعنا هنا هل الواحد اقل من الثلاثة هتقول لي تمام هو فعلا اقل من الثلاثة يبقى هيتبع ام يبقى في حالة ده هيتبع لك اول رقم هيزود على الام واحد يبقى الام هتساوي اخر ام كانت بواحد زائد واحد كمان بقى كام اتنين يبقى هنا طبع زود ولف رجع تاني فوق يبقى هو راجع كقيمة الام باتنين هيروح متخلى على الكونديشن تاني على الشرط اللي موجود قدامه تمام فقالك هنا ان الاتنين اقل من الثلاثة ماشي يروح طبع الام يروح طبع كده طبع خدوا بالكم وطبع الواحد ودي لف هنا طبع الاتنين زود واحد على الاتنين بقى الثلاثة هيلف بها تاني يبقى في حالة ديت التلاتة هتساوي التلاتة تمام يروح طابع قيمة الام يروح طبع لك التلاتة يزود واحد تبقى اربعة وهو بيلف عند الاربعة عشان يختبر الشرط ده بصه معايا بقى هل الاربعة اقل لأ طب بتساوي برضو لأ يبقى في حالة ديت هيعمل اند الخريطة اللي موجود عندنا يبقى معنا الكلام ده ان هو اشتغل معايا لما كانت الام بواحد طبعها لما كانت الام باتنين برضو انطبعت لما كانت الام تلاتة انطبعت وهو بيلف طلعت عند اربعة الاربعة الشرط كان غلط طلع برا ماشي طب ولف كم مرة هتقول انه ولف تلاتة ليه عند الواحد وعند الاتنين والتلاتة طب الاربعة لا ما احسباش لانه ما طبعهاش تمام يبقى في حالة ديت انا بحسب عدد مرات التكرار بتاعتي على الحاجات اللي انطبعت قدامي اللي هما الواحد واللي اتنين والتلاتة طيب اما اقول لك هنا بص بقى معايا كده اسئلة سريعة اول حاجة هو العدات بتاعت مين هتقول لي اما طب بدأ من كم هتقول لي واحد انتهى كم اه هقول لك هنا انتهى لما كان باربعة طب اخر رقم طبعه كان ثلاثة طب بيزاودها ديف كل مرة واحد تمام طب بصيلا بقى على الخطوات الحالة قدامك هتمشي ازاي بص معايا ستارت بدأ ام ساوت الواحد بعد كده اخد بالك ان الدانة اذا كانت الام أقل من او بتساوت ثلاثة ازن اللي افزن تمام بعد كده الخطوة رقم ثلاثة اللي هو الشرط هنا اخد بالك في الشرط هنا عمل ايه عمل تلات حاجات طبع زود لف ورجع تاني ايه فوق يبقى في حالة دي معنى الكلام ده ان تحت تلاتة هيكون مرتبط بها تلات حاجات اللي هو طبع الام زود الام راح رجع مرة تانية عند الخطوة رقم ثلاثة عشان يختبر الشرط للمرة التانية او التالتة او الرابع او غيره تمام يبقى هنا انا حكمت على ان اول مستطيل بيوصل قدامي او بيطل قدامنا يبقى ده على طول ده قيمة البداية جوه اتزشن او شكل اتخاذ القرار انا بحط قيمة النهاية اخر مستطيل قبل ملف انا بحط فيه انا هزود قد ايه يعني في كل مرة بيحصل عندي زيادة قد ايه بالزبط يبقى هنا التلات حاجات اتحكموا البداية والنهاية وقيمة الزيادة هتكون موجودة عندك ايه طيب هتقول لهم مستطر يعني معنى الكلام ده ان بدأت يقوم بلوك سابت او حاجة سابتة قدامنا الموضوع بسيط جدا لو جات لك الخريطة دي سهلة جدا اما اقول لك مثلا اطباع للارقام من تلاتة لسبعة ماشي يبقى الام تبدأ بتلاتة الام هتشغل طوما هي اقل من او تساوي سبعة طب هي تلاتة اربعة تمام يبقى تزاوي كام واحد يبقى الام برضو هتساوي نفسها زائد كام زائد واحد يبقى الموضوع بتاع اه ان انا بعمل لوبنج او عملية تكرارية الموضوع بسيط جدا جدا في الشغل بتاعنا في جزئية دي وخلينا برضو نشوف مرة تانية اه نوع تاني من الخريط اه الخريطة اللي موجودة قدامنا يا جماعة هي نفس الخريطة بالزبط طب هو التاني كان بيعمل ايه بصوا معي الخريطة اللي فاتت هو طبع زود لف ورجاء تاني طب بصوا اللي دي كده بصوا قالك هنا برينت ام بعدها ام ايقل ام بلاس وان بعد كده لف يبقى معنى الكلام ده ان مش الفكرة كلها انك ازاي بتلف او التاني هاي اللي صحة وديت اللي غلط لا ده الفكرة كلها ازاي بتلف وتلف صح والدنيا تبقى ماشية معاك مزبوطة يبقى هنا بصيلي تاني يبقى هنا الام اقل من او بتساوي التلاتة تمام طبع ام اهي اذا الطباعة زود قيمة الام يبقى الام بتساوي ام زائد واحد لف ورجع تاني والاند الناحي التانية تمام يبقى ما يهمنيش الخريطة بتاعتك ماشية ازاي قد ما يهمني اه التسلسل بتاعك كان معمول في ايه بالزبط هل الدنيا ماشية مزبوطة او لا تمام يبقى هنا هو كان فكرة في التانية كان طبع زود لف ورجع تاني فوق طب هنا طبع زود لف رجع تاني هنا ما عنديش مشكلة خالص اللي اتنين ايه شغالين ما فيش فيهم اي مشكلة ان يتعامل اه الخريطة بالشكل ده كده او بالشكل التاني نتنيل بعد كده ليه اه حاجة تانية هيسألني بقى تاني على الخريطة اللي فاتت هو بيقول لي يا ترى اه ما هو عدد تنفيذ محتوى الحلقة التكرارية يعني انت عملت الحلقة التكرارية ديه كم مرة تمام يبقى في الحلقة ديت انا على طول هقول له ان انا لفيه تلات مرات اللي هم كانوا عند الواحد والاتنين والتلاتة تمام طيب يا ترى قيمت الام في النهاية وانا طالع بكام تمام يبقى بيقول لك انا اخد بالك انه بيقول لك بعد انتهاء الحلقة التكرارية يعني وانت طالع اللي هو ان الشرط عندها ما تحققش تمام يبقى الشرط ما تحققش لما كانت الام باربعة لانه كان شغال عند الواحد والاتنين والتلاتة او اول ما وصلت عند اربعة طلع برا طيب نرى ازاي هنحلها فكر ارسم خريطة اه تدفق لطباعة الارقام الزوجية بين واحد وعشرة اه هتقول لي يا مستر طيب ما زي اللي فاتت بالزبط يبقى هو له ام اقوى الواحد بعدك استنى 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 انا بقول لك ارقام زوجية مش ارقام فردية ما انا بقول لك كمان في المسألة نركز كويس ما هو بيقول انه هو عايز الارقام الزوجية بين الواحد والعشرة يبقى كده كده ما ينفعش ان انا ابدأ بالواحد يبقى هنا اول رقم يبدأ كام عند اتنين ده رقم زوجي تمام طب اشتغلي بقى لرقام الزوجية هي مين عده الاتنين والاربعة والستة والتمانية والعشرة طب بتزود قديف كل مرة نركز كده يبقى انا بدأت عند اتنين انتهيت لما كانت الام بعشرة تمام اه هشتغل طول ما كانت الام باتنين او باربعة او ستة او تمانية او عشرة يبقى برضو بنفس الفكرة يبقى طول ما الام اقل او بتساوي العشرة نفذ لو اكبر من العشرة هتطلع برة طب على طول انا بصحة حسبناها رياضيا اه يبقى اتنين واربعة وستة وتمانية وعشرة يبقى في الحالة دي انا لفك كم مرة هتقول لي خمس مرات طب اخر قيمة ها ها سمعتها اه اتناشر تمام تمام يبقى طلع بكام باتناشر عندنا يبقى في الحالة دي انا بقول لك انه هيلف خمس مرات ويطلع لما يقوم قيمة الام بكام باتناشر طيب نرجع مرة تانية وتعالوا نشوف ازاي بنحلها اهي يبقى ستارت ده نفس المسألة بالزبط هي هيها نفس اللي فاتت بس الفكرة كلها احنا بدأنا نلعب بالقيم اللي موجودة عندنا يبقى الام هتبدأ باتنين الام هتشتغل طول ما هي اقل من او بتساوي العشرة الام هتزيد في كل مرة اتنين تمام نفس الفكرة برضو هتقول لي ليه انها زودت اتنين ما نقول لك انها عايزة اشتغل ارقام زوجية يبقى منفعش انها اشتغل كام اه ام بتساوي ام زاد واحد تمام لان لو اشتغل ام بتساوي ام زاد واحد كان هيجيب لك الاتنين ماشي ده رقم زوجي هيزود واحد يبقى تلاتة مش هتيجي يبقى مش هتنفع يبقى لازم هزود كام اتنين يبقى الام هتبدأ باتنين وتزيد في كل مرة كام اتنين طب هتقول لي لو انا عايز بقى اجيبها ارقام فردية مش زوجية طيب ابدأ بواحد وزود واحد لا ابدأ بواحد وزود اتنين تمام نفس الفكرة بالضبط بس الفكرة هنا هيكون في الستارت فاليو انت هتبدأ من رقم كام يبقى هنا مرة هتبدأ باتنين هيدي لك الارقام ايه زوجية مرة هتبدأ بواحد هيدي لك الارقام فردية يبقى في الحالة ديت زي ما احنا شايفين كده قدامنا ان هنا بدأ باتنين تمام اه زود اتنين وقف عند العشرة لفت في خمس مرات الام هي المتغير المتغير بتاعنا او يسمى العداد تمام قيمة الزيادة في كل مرة هتكون اتنين تعال نشوف بعد كده ادي طبعا هنا اللي هو خطوات الحل بتاعتنا بيقول هيه هي طبعا هي نفس الفكرة بداية بعد كده ام بتساوي اتنين اذا كانت الام اقل من او بتساوي العشرة اذا اطبع خيمة الام زود الام بمقدار اتنين طبعا اللي هي بتساوي ام زائد اتنين وبعد كده عمل روح عند الخطوة رقم ثلاثة اللي هي بتاعت اطبع زود الف اللي احنا قلنا عليها من شوية وبعد كده عمل نهاية للخريطة بتاعتنا طيب نبص على الخريطة اللي موجودة قدامنا دي لو جبت لك سؤال كده اختلفت المرة دي انا كل مرة بقول لك يا طرى الخريطة دي بتعمل ايه او كل مرة قلت بقول لك الاول ارسم للخريطة اللي تعمل كزا طب المرة دي انا جبت لك الخريطة وقلت لك هي هتعمل ايه او ترى تانية ما الغرض من الخريطة الموجودة امامك يعني لو بصيت على الخريطة اللي قدامنا هنا نشوف هي هتعمل ايه نبص تاني كده يبقى الام هتبدأ بكم بواحد الام هتقف لو كانت او هتشغل لو كانت اقل من او تساوي الاثناشر هيطبع الام ويزود في كل مرة واحد طبعا هعرفنا ما دخلنا وما خارجنا بالنسبة للخريطة دي هتماشى ازاي يبقى ان هبدأ بواحد هزود في كل مرة واحد هقف عند كم عند الاثناشر يبقى في الحالة دي هتشتغل عند الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والست لحد ما يوصل عند الاثناشر طب هيلف في كم مرة هتقول اتناشر مرة هيطلع لو كانت الام في تساوي الاثناشر لانه جزاد في كل مرة واحد يبقى لو جالك الغرض من الخريطة الموجودة قدامك هتقول له على طول طباعة الاعداد من واحد الى اتناشر يبقى هو هنا طبع الارقام من كم من واحد الاثناشر وطبعا ايه اخر رقم زي ما قلتلكم هو طالع برا مش هتبعه لو كانت تساوي الاثناشر يبقى هنا المطلوب ان انا اطلع بالغرض من الخريطة الموجودة قدامنا احنا قلنا ان الغرض هنا طباعة الاعداد من واحد الاثناشر عدد مرات تكرار قلنا ان هي هتكون اتناشر لانه هيكرار اتناشر مرة اخر قيمة للام هتكون هنا كام تلاتاشر مش قال لك بقى المرات دي حاجة تانية خالص قال لك انا قم بتعديل الخريطة يعني هو اشتغل على ان سألني الاول على الخريطة دي الدنيا مش هفاة ازاي انت فاهمها ولا لا طبعا مش هتقدر تحل الاسئلة اللي فديت غير ما تكون فاهم بدايتك مين نهايتك فين هتزود قديه في كل مرة تمام طب لو المرات دي بقى قال لك ايه انا عايز اعدل الخريطة اللي موجودة قدامك خدوا بالكم انا طبعت من كام من واحد الاثناشر بس المرات دي عايز يعمل جدول ضرب التلاتة تمام هعمل جدول ضرب التلاتة ازاي انا عايز اقول له واحد في تلاتة بتساوي كام اتنين في تلاتة بتساوي كام تلاتة في تلاتة بالشكل ده كده يبدأ في كل مرة يديني الدنيا ماشية زافية الموضوع بسيط جدا طالما قال لك انا عايز اعمل جدول ضرب بصبا تلاتة اربعة خمسة عشرة خمسين طالما محدد لك الرقم هعمل حاجة صغيرة لف من واحد الاثناشر عادي طب تقولش معنا من واحد الاثناشر لان ده نهاية الجدول البسيط طب لو عايز اكتر براحتك شيل الاثناشر وحط اي رقم انت عايزه تاني تاني هقول له يبقى لو انا جالي جدول ضرب انه انه عايز يعمل خريطة يعمل فيها جدول ضرب ايا كان هو مين اعمل خريطة اللي موجوده قدامك اللي من واحد الاثناشر تماما قول لله هعدله حاجة صغيرة خالص انا هبتلكم شوية انا عايز اعمل جدول ضرب التلاتة طب تعالوا نشوف ايه اللي حصلت فيها بصر كده التغيير الوحيد اللي حصل عندك في الخريطة دي اهو شافينه اللي هو ام في تلاتة يعني معنى الكلام ده جات لك بقى عايز جدول ضرب اربعة شيل التلاتة خطة اربعة جات لك عايز جدول ضرب خمسة شيل الاربعة خطة خمسة شيل اي رقم يبقى خد برينت ام في الرقم اللي انت عايزه يبقى حطي الام في الرقم ايه اللي انا عايزه يبقى ايا كان هو مين اشتغل على كده تاني بقى اكد عن نقطة دي هاتي شباب تاني معايا يبقى لو عايز يعمل جدول ضرب بايا كان هو مين لف من واحد لاثناشر تمام بعد كده ابدأ حط الرقم اللي انت عايز تشغل من خلاله طيب لو قالك تتبع قيمة الام والقيمة المطبوعة في الخريطة يعني الدين الدين يا ماشي ازاي في الخريطة دي الموضوع بسيط يبقى هعملها له كده اه الام هي مين والرقم اللي انتبع بكام لما كانت الام بواحد هتقول هنا او واحد في تلاتة تمام طب الام بقلبة اتنين يبقى اتنين في تلاتة طلعب بستة تلاتة في تلاتة بتسعة وهكذا الحد ما توصل عند التلاتة في اتناشر بكام بستة وتلاتين نيجي بعد كده اه انا عايز اطبع جدول ضرب الرقم غير معروف يعني الرقم ده انا معرفوش ماشي يبقى في حالة ديت انا هقول الرقم ده هافترض انه هو اكس تمام طيب هتقول لي الدنيا تمشي ازاي في الخريطة ديت شايفيني التلاتة الرقم بتاعنا اللي حاكونا مش شايف فيه انا كنت بقوله هناك برنت م في تلاتة يبقى في حالة ديت انا بدلا ما أقوله م في تلاتة انا هقوله م في اكس بس في حالة ديت طالما ما انا قلت له اكس يبقى في حالة ديت لازم اعمل قيمة اكس بكام يبقى انا هطلب من اليوزر او مستخدم يدخل له قيمة الاكس بكام بعد كده هقوله اطبع M في X تمام يبقى يطبع لك بقى X كان ب3 X كان ب4 X كان ب5 أي أن كان هي قيمة تب كام بيبدأ يشتغل على الجزئية ديت طيب لو جات للخريطة بالشكل لك ده بيقولك قم بتحويل الخورزمية المقابلة إلى شكل خريط التضفق هي نفس الفكرة اللي احنا كنا شغالين فهمت شوية اللي هي هتقول هنا input N اللي هي كانت X من شوية وهتضرب هنا بدل M في X هتبقى J و N هي هيها بالضبط مش فرق معنا أن أنا أغير الرموز ما عندش أي مشكلة في الجزئية ديت طب لو قال لي بقى المرة دي اطبع مجموعة الأرقام من 1-3 أنا هايزا أطبع مجموعة الأرقام من كام من 1-3 يا طرى الدنيا تمشي ازاي خد بالك أن المرة دي مجموعة أرقام وليس دي الأرقام نفسها يبقى في الحالة ديت بصوا معي هنبدأ نشوف مع بعض الأول أنا هشتغل على اتنين متغير مع بعض واحد يعد والتاني يطبع أو يجمع تمام ال N هو اللي هيعدلك من 1-3 يبقى ال N هتبدأ بواحد هتلف تطبع اتنين بعد كده توصل لتلاتة وبعد كده تطلع برة تمام طبعا مش هجمع إلا أربعة طيب الصم كده كده لازم يبدأ بصفر يبقى الصم يبدأ بكام بصفر بعد كده المفروض أن أنا بجمع عليكم تل N طب بصلها كده الصم بدأ بصفر تمام بعد كده لما كانت ال N بواحد يبقى هاخد الصفر زائد الواحد بواحد بعد كده هاخد الواحد زائد الاتنين تديني تلاتة بعد كده هاخد التلاتة زائد التلاتة هتديني كام ستة تمام طب تعالوا نشوفها بقى إزاي تتعمل في شكل خريطة طبعا أول حاجة هقول ستارت بعد كده هبدأ بقى واحدة واحدة معا الأول لازم ال N تبدأ بواحد طبعا لإنها هتعد من واحد اتنين تلاتة بعد كده هقوله لو سمحت خليلي الصم يقوم في الأول بزير اللي هو المجموعة لأن ما ينفعش أن أجمع على حاجة كانت موجودة قبل كده فأنا بصفر المخزن اللي هجمع فيه بعد كده طالما بقى معايا مكان أخزن فيه هجمع الصم ال N على الصم يبقى هقول إن الصم هيساوي نفسه وصف زائد واحد اللي قمت ال N يبقى أول مرة هيكون بواحد بعد كده هقول إن ال N هتساوي نفسها زائد واحد تمام؟ يبقى هنا جمعت ال واحد ألف عشان أجمع ال اتنين بعد كده هبدأ أخذ اتخاذ القرار بالنسبة لي هقوله لو ال N كانت أكبر من الثلاثة معنا أنك جمعت الحد ثلاثة فأطلع برة اتبع للصم وينهي طب لو لأ لف وارجع تاني تاني يبقى هنا في الحالة دي لو ال N كانت أكبر من ثلاثة خلاص يبقى أنا جمعت الحد ثلاثة فهأطلع تمام؟ طب لو ال N ما وصلتش عن ثلاثة يبقى لأ ارجع مرة تانية على الجمع تمام؟ فهقول هنا أن الصم هيساوي الصم زائد ال N تمام؟ وبعد كده بقول اطبع لو طبعا لو N كانت أكبر من الثلاثة تمام؟ يبقى هنا هطبع وهعمل print للصم وبعدها طبعا ايه؟ هعمل N للخريطة اللي موجودة عندي يبقى مرة تانية يا جماعة بقول عندي start تمام؟ بعد كده بقول إن الصم هتساوي صفر في الأول بعد كده بقول إن ال N هتبدأ بواحد اللي هو رقم البداية تمام؟ وبعد كده هبدأ أخذ الصم أكبر بيساوي الصم زائد ال N بعدها هقوله إن ال N بتساوي ال N زائد واحد وبعد كده باخد الشكل بتاعنا اللي هو شكل اتخاذ القرار هقوله لو ال N كانت أكبر من الثلاثة تمام؟ يبقى أنت كده خلاص حد الثلاثة فهتطلع برة تمام؟ طب لو لأ لف وارجع تانية طب هتقول لها مصر لو أنا عايز أجيب بقى مجموعة أرقام الزوجية أو الفردية تمام؟ اشتغل على ال N يبقى لو أرقام زوجية يبقى ال N هتبدأ ب2 وهتزود في كل مرة 2 وشوف الرقم اللي هتقف عنه عنده حطه حطولي جواه اتخاذ القرار طب لو هتشتغل فردي يبقى هتبدأ بواحد وهتزود اتنين وحط الرقم اللي انت عايز هتقف عنده حطولي برضو جواه مين؟ اتخاذ القرار بتاعك تمام؟ يبقى في الحالة دي الدنيا بسيطة جدا يبقى انا بقوله في الأول ال N هتبدأ بكام؟ الرقم اللي هتبدأ تجمع من عنده ال N هتزيد قديف كل مرة تمام؟ وبعد كده انا بقولك انت هتقف لحد فين؟ على فكرة يجوز التبديل بين أول 2 يعني مثلا هي ال N بدأ بواحد وبعد كده sum equal 0 طب لو بدلتها وقلت لك انه sum equal 0 ثم ال N equal 1 تفرق أبدا ليه؟ لان لو بصينا على الخريطة مرة تانية تمام؟ هتلاقي ان sum equal 0 وال N equal 1 اللي 2 بره اللفة يعني بره ايه؟ بره فكرة اللوبينج خالص يعني بص هنا بيلفه بص sum equal كذا و N equal كذا يجمع ويزود ال N ويختبر N تاني ويلف يرجع بالشكل اللي ها شايفينه قدامنا دلوقتي يبقى على حسب بقى ما بتمشي معايا الخريطة بالشكل اللي موجودة قدامنا دلوقتي اه الى هنا تنتهي اه حلقة اليوم اه من برنامج عالم الكمبيوتر وعلى وعد بلقاء متجدد ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج 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 برنامج